أنا حسن أنت هتعمل جزء تاني وثالث من الكتاب ده وإحنا برضه وده مش هيحصل طيب خليني أرجع وأقول إحنا دايما عندنا مشكلة المدرب يعني مشكلة المدرب في اتحاد الكورة في أهلينة بتاع خمسة الشارع الجبلية مشكلة هل هي مشكلة يعني طبعا أكيد الفلوس لأن المدربين دلوقتي سلعة وموجودة في العالم وكل واحد بيعلي سعره لأنه في دول بتدفع مبالغ كبيرة بس هل لمشكلتنا في الفلوس ولا مشكلتنا كمان في الاختيار؟ لا إحنا مشكلتنا في الاختيار وإدارة الاختيار في التعامل مش مع الفلوس أبدا لأنه إحنا كان عندنا كابتن محمود الجوهري الله يرحمه واحد من أعظم المدربين في تاريخ أفراقيا والمنطقة العربية حتى في جزء التقطيط كان بيعمل كان شبهنا وزينا ومننا وعلى فكرة هو ده اللي حصل دلوقتي أنه كابتن حسام حسن كابتن إبراهيم حسن ده صوت الشارع زي كابتن حسن شحاتة كابتن محمود الجوهري كابتن عبدو صالح الوحشة الله يرحمه صوت الشارع الشارع المصري دايما بيبقى ميال لبعض النجوم اللي هو شاف فيهم الحمية والحماس وإنه هم قدوا لمنتخب مصر وحققوا معانا جهات بس هل أنا يعني خليني أنا كده أتكلم إيه بشكل حقيدي هل أنا كالتحاد كورة مفروض أن أنا أبقى ملم بالعلم بالخبرة بالمهنية بالعالم أخد بالخبرة والمهنية والعالم ولا أخد بحس الشارع فيه نقطتين ما أقدرش أغفل أبدا رغبة الشارع ورغبة الجمهور لأن أنا لازم أحترم الجمهور لأنه أنا بشتغل علشان الجمهور لكن في نقطة مهمة أنا المفترض لما أجي أختار مدير فاني سواء أجنابي أو مصري لأنه أنا بالنسبة لي ما بفرقش هنا الجمهور عشان إجماعه لأن الجمهور متابع فالإجماع ده بيبقى مهم الجمهور حس أن المدرب الأجنابي اللي جبناه ودفعنا له أكبر عقد في تاريخ أفراقيا اللي هو فيتوريا ما كانش على يعني حتى أدنى مستوى طموحات للجمهور وقتها فلجأ إلى ابن البلد مين كابتن حسام حسن هو اللي موجود دلوقتي بس هذه الكرة تم تكريرها أكتر من مرة احنا برضو لما جبنا حسن شحاتة كان برضو وراء أزمة زي دي يعني احنا طول الوقت عندنا هذه الأزمات طب ليه يعني هل من الأفضل يعني من كتر ما انت بحست وكتب ان احنا ننسى موضوع الأجنابي ما هو برضو كابتن حسام حسن ده مؤقت ننسى لفترة ولا احنا نركز ونصنع احنا أيضا مدربا مصريا قويا هنا مربط الفرص أنا بالنسبة لي ما بقيمش المدرب أجنابي أو محلي أنا بقيم المدرب مدرب كويس ولا مدرب لا مش كويس مدرب مناسب لهوية الكرة المصرية وفلسفة الكرة المصرية والمطلوب منه في المرحلة اللي جاية ولا لا وبالتالي المفروض أمشي في اتجاهين الاتجاه الأول ان انا جبت مثلا كابتن حسام حسن دلوقتي فهو مطلوب منه انه هيقود منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي جاية هو أضرب بالدوري وباللعيبة وهو موجود بيدرب من 2006 وعارف الجداول وعارف النفسيات وعارف كل حاجة وعارف أن الدوري عندنا مش ملتزم والجمهور وكل حاجة لكن الأهم ونقطة الأهم لازم يبقى عندي واللوء دلوقتي الكابتن علاء نبيل تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لازم يبقى عندي هوية لكرة القدم المصري عشان لما اختار مدرب المدرب ده مفروض يطبق لي الفلسفة بتاعتي طب إحنا إذا كنا بدأنا اتحاد كرة القدم 1920 إحنا في عشرين أربعة وعشرين لسه ما عندناش هوية للأسف إحنا لسه ما عندناش هوية للكرة المصرية دايما بنعتمد على مشروع الفرد نبقى كاين التاريخ بالنسبة لنا سفر ما بنستفد منه شيء ما استفدناش منه دي حقيقة لكن إحنا بنعتمد على إيه الشخصية زي كابتن محمود الجوهري لما جيه هو اللي صنع الهوية اللي هيشتغل بيها وهو اللي خطط هو اللي نفذ وأقض فبنين ما كملناش علشان إحنا ما بنحبش يعني تحسي أنه مثلا يعني كابتن محمود الجوهري تمت أقالته كم مرة ثلاث مرات صحيح تولى أربع مرات منتخب مصر صعد كاسعالم وخد أمم أفريقيا وخد بطولة العرب خد كل حاجة وبرضو كنا بنكل شوية نشيله لأنه مش على هوى مثلا مجلس إدارة في وقت من الوقت لاتحاد الكرة لازم نتخلى عن ده لازم نمشي بمنهج علمي بفلسفة فنية يبقى فيه إطار فني ومهما غيرت مجالس اتحاد كرة القدم وأعضاؤه دي بقى فقرة مهمة كمان هل الأعضاء يعني هل من أفضل أعضاء أخدوا الاتحاد لقدام فيه كتير فيه كتير يعني من أول التأسيس من أول جعفر ولي باشا والمجموع اللي كانت معاه وحسين حجازي حسين صبري باشا بعد كده بعد كده كمان شفنا مثلا اللوى مصطفى علواني في وقت من الأواد حتى لو كانت فترة قصيرة من نائب محمد أحمد لفترات كتير جدا كان كل شو يحله مجلسه ويرجع يعني في الفترة اللي احنا كمان عصرناها بقى الكابتن سامير زاهر طبعا والمجلس اللي كان معاه في فترات متعددة بأعضاؤه في وقت من الأوقات المهندس هاني بريد أوصل كاس عالم وعمل برضو جزء من الإنجازات بس أقليهم بك في النهاية هو ده تاريخ اتحاد الكرة تبصي في الكتابة تلاقيه على طول إقالات وحل واستقالات شباب عالمي والتبراب إداري يعني كأنك كتبت ده يعني لأنه الحل لا يتغير بالزبط احنا بنلف في نفس الدايرة شباب عالمي هنا بتتكلم على الاحتراف لا كان وقتها جيل الشباب بتاع كاس العالم واحد وتمانين لأنه كان مفاجأة احنا ما كناش موجودين على السحة في الوقت ده خالص طال عندنا جيل شباب كان كابتن طهر أبوزيد بقى وكابتن شريف الخشاب وكابتن محمد حشيش وكان مجموعة كانت كابتن محمد حلمي كانت مجموعة كبيرة قوي من اللعيبة كانوا وقتها منتخب الشباب ترجمة نانسي قنقر